أول طريق جنة الدنيا الحلقة الخمسة من سلسلة أصرار النفس في القرآن الكريم عرفنا في الحلقات اللي فاتت أن نفسك الحقيقية مش شهاداتك ولا ممتلكاتك مش نجاحك أو فشلك انت مش غناك أو فقرك انت مش مضيق السيء أو حتى مضيق الجيد انت مش الأفكار ولا الآلام ولا المشاعر السلبية اللي احتلت قلبك وسجنتك انت مش الصورة المرسومة في عقلك أو في عقل أهلك أو حتى الناس اللي حواليك ذاتك الحقيقية يا صديقي مكرمة متصلة بمنبع الروح تستحق الحب والاحترام طول الوقت ومن غير أي مقابل ومهما كنت مؤثر أو مزنب لك الحق الكامل في الخطأ والاعتذار والتعلم طول الوقت والنهاردة بقى هتعرف معنا إن شاء الله خريطة بناء نفسك الحقيقية هتأهوتك يا صديقي وصح صح كده معايا ويلا بينا على بركة الله الله عز وجل بيكلمنا في القرآن الكريم وبيطبطب على نفسية سيدنا محمد وعلى نفسنا كلنا وبيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين للوهلة الأولى بنفهم الآيات دي فهم سطحي وبنفهم إن اللي دائت عليه نفسه يذكر ربنا ويصلي ويصبر لحد ما يأتيه الموت وده فهم سطحي ومحدود جدا لأنك لو كنت متدايق وصليت وذكرت ربنا ألف مرة من غير ما تعرف المقصود الحقيقي من الآية الكريمة هتفضل في ضيق وتعب نفسي برضه أو إن انت عتحاول تصطنع إن الضيق والتعب النفسي ده مش موجود لإنك المفروض إن انت صليت وذكرت ربنا والمفروض إن بقيامك بالأشياء دي الضيق والتعب النفسي حيروح منك فنتيجة لكده بتحاول إن انت تداري وضغطي الضيق والتعب النفسي ومتقدرش تتكلم عنه لإنك طول ما انت بتصلي المفروض إن انت لا تصاب بأي تعب نفسي طيب ربنا يقصد إيه من الآية الكريمة دي الآيات الكريمة دي بتجمع مفاهيم كتير عميقة على محورين مهمين جدا المحور الأول فسبح بحمد ربك وده بيكون بتقبلنا للواقع والرضا بحكمة ربنا وعدله في كل حاجة بتحصل إننا نكون مؤمنين بقضاء الله وقدره ومؤمنين إن قضاء الله وقدره بعيد تماما عن الظلم مش بس كده كمان نحمد ربنا لصبره على تأثيرنا وسوق فهمنا وظننا به سبحانه وتعالى أما قوله سبحانه وتعالى وكن من الساجدين السجود والاعتراف إننا السبب في كل مشكلة بتحصل لنا مش الناس ولا القدر ولا الظروف زي ما نبي الله يونس عمل بالزبط دعا ربنا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مع إن أهل قريته هم من اللي كفروا بدعوته إلا إنه اعترف بتأثيره واستعجاله في الدعوة والله عز وجل يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وفي موضع تاني ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وده معناه إن محدش يقدر يئزي نفسيتك إلا إذا كانت نفسيتك ضعيفة أصلا من الأساس وبعيدة عن الهداية أما المحور الثاني في الآيات الكريمة وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ودي بتشمل العبادات الروحانية بأنواعها زي التدبر ومحاولة معرفة الله الحق والدعاء والذكر وهجر المعتقدات والعلاقات السامة والعمل التطوعي والخروج من الفردية والهدف من كل الأفعال دي هو إنك توصل لدرجة اليقين درجة الوعي الكامل بحكمة ربنا وعدله والوصول للنفس المطمئنة الراضية المرضية اللي بتشوف كل فعل الله خير هنعرف خلال السلسلة دي بإذن الله إزاي توصل لليقين إزاي تكون صاحب نفسية مطمئنة هنعرف كمان الفرق بالربنا الحقيقي وصورة الإله المزيفة جوانا هنعرف مع بعض عمق معنى الاعتراف والرضا وهنكتشف أهم عبادة منسية عبادة جميع الأنبياء والرسل عبادة التفكر هتفهم ليه صلاة إيل عليك وبتتعبك هتكتشف لأول مرة أهمية الوضوء في إسعاد النفس هتعرف إزاي تخرج من سجن الفردية وأخيرا هتعرف إزاي تأوي نفسك وروحك عشان تعيش جنة الدنيا في الدنيا جنة ما لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة طبعا في نهاية الحلقة بنجدد الشكر للدكتور محمد السعداني اللي كتب لنا السلسلة دي كاملة وكمان عايزين نقول حاجة مهمة جدا إن إن شاء الله بداية من الخميس ده وكل خميس جاي إن شاء الله هيكون في حلقة جديدة من سلسلة أسرار النفس في الكرآن وإن شاء الله السلسلة دي تكون مستمرة معنا لأنها فعلا من أهم المواضيع اللي احنا بنقشها هنا على الصفحة أو على قناة شغبطة فبالنسبة للناس اللي دايما بتسألنا بعد كل حلقة الحلقة الجاية هتكون إمتى فإن شاء الله الحلقة الجاية هتكون يوم الخميس القادم بمشيئة الله وكل خميس إن شاء الله وحيكون في حلقة جديدة من سلسلة أسرار النفس في الكرآن الكريم